بقى يقول لي أصل أمي دواها غالي أقوله وماله لحد ما في يوم الدنيا بقت ديها قوي قلت له أنا لازم أساعدك وهنزل أشتغل قال لي ومين اللي هيخدم أمي أنت عارفها النقطة طالبة وبتدرس ولازم أنت اللي تخدميها قلت له وأنا هشتغل بالبيت هعمل أكل بيتي ورزقي ورزقك على الله وفعلا ربنا قرمني وعملت أكل بيتي وما كنتش متخيلة أبدا أن الموضوع هيكبر والرزق هيوسع قوي كده وربنا قرمني بقيت أنا اللي بصرفها البيت وأنا اللي بجيب دوا أمه وهو اللي بيشتغل بي بيحوشه أصلي كان عندنا هدف وحلم إن إحنا نجيب تاكس عشان يبطل يشتغل عند الناس وفي الآخر بياخد ملاليم ده غير إنهم بيشتروا ويبيعوا فيه وأنا مرضاش أبدا إن نفسياته تبقى متدمره عشت معاعة الوحشة قبل الحلوة أنا شفت كل أنواع العذاب كان دايما يبقى مكتئب ودايما يبقى زهان وأقوله وماله وأخفف عنه وأقوله ما تشيلش هم بكرة سيبه الرب بكرة وعيشنا لحد ما ربنا قرمني بولد المسئولية زادت لكن أنا كنت أدها لحد ما في مرة ربنا قرمنا وقدرنا نجيب التاكس طبعا هو بيحوش كل دخله وأنا اللي بصرف على البيت وبصرف كمان على أمه قلت له خلاص بما إنك ربنا قرمك وقدرت نجيب التاكس سيبني ناعب بقى عشان ننتبه قوي لبنك أنا ما بقيتش قد الشغل الشغل بقى واخد أكتر من 8-9 ساعات من يومي لقيته تعصب وتنلوز وقال لي وتعودي ليه في حد يقول للرزق لأ قلت له لأ بس أنا كان هدفي إن انت ربنا يخب بيدك وتجيب تاكسيله